يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل اخبار ورياضة من الجزائر الدولي والبداية باخبار الكرام وصل المنتخب الجزائري تحضيراته واستعداداته ببواكي حيث أجر الخضر أمس الخميس حصة تدريبية بتعداد مكتمر في تمام الساعة الثالية زوالا بتوقيت بواكي بملعب الثانوية الكلاسيكية تحصبا لمواجهة بورك نفاسو السبت هذا وسيعقد الناخب الجزائري جمال بالماضي ندوة سحفية الجمعة في تمام الواحدة زوالا بالتوقيت المحلي والتي تسبق المواجهة وسيكون مرفوقا بمتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر على أن يخوذ الخضر آخرة مران لهم الجمعة بداية من الساعة الثالثة والنصب بتوقيت الجزائر وستكون مفتوحة أمام مختلف وسائل الإعلام امتزع المنتخب المصري صخرة الخميس تعادلا مثيرا بهدفين في كل شبكة أمام نظيره الغني ذي من منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا كوديفورا الفين وثلاثة وعشرين وافتتح محمد قدوس باب التسجيل للبراكستارز مع نهاية الشوط الأول قبل أن يعدل عمر مرموش النتيجة للفراعين عند الدقيقة التاسعة والستين وعاد قدوس التقدم للمنتخب الغني عند الدقيقة الحادية والسبعين لكن مصطفى محمد أدركت عادل عند الدقيقة الرابعة والسبعين ورغم الفرص العديدة التي أتيحت للطرفين في ربع الساعة الأخير من المباراة إلى أن كل المحاولات باءت بالفشل هذا ورفض لاعب المنتخب المصري التصريحة لوسائل الإعلام عقب اللقاء ما يؤكد تأثرهم الكبير بالنتيجة التي انتهت عليها الواجهة لعبنا من أجل الفوز لكن مصر تملك منتخبا جيدا ولعبنا في المستوى الآن علينا الفوز في مباراتنا القادمة لتحقيق التأهل هدفنا هو الوصول إلى النهائي والتتويج بالكأس هذا هو الهدف الذي جئنا من أجله علينا أن نلعب مباراة بمبارات والتطلع للحصول على النقاط الثلاث في المباراة المقبلة ثم بعدها التركيز على الفوز بجميع المبارايات والتتويج باللقب لا يمكن تقبل الطريقة التي تلقينا بها الهدف خطأ فردي كنا قادرين على تفاديه الآن لا خيار لنا إلا الفوز بالمباراة الأخيرة أظن أن التعادل منطقي المنتخب المصري كان قادرا على تسجيل الهدف الثالث مثل ما كنا قادرين على فعل ذلك وأعتقد أن التعادل كان منطقي وينضم إلينا مشاهدينا موفد الجزائر الدولية إلى أبي جون كريم أبو العربي أهلا بك كريم أهلا بك عسام وكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية أهلا بك أن تبعنا كريم التصريحات قبل قليل ويبدو أن لاعب منطقب غانا والمدرب يملكون ثقة كبيرة وجاهزون للمباراة الأخيرة أمام موزنبيق في حين لم يدلي لاعب والمنطقب المصري الذين امتنعوا عن التصريحات وهو ما يؤكد ربما الحالة النفسية التي يمرون بها ولم يقبلوا نتيجة التعادل فعلا عسام ووقفنا عليه خلال المنطقة المختلطة بعد لقاء المنتخب الغاني والمصري كل لاعبي المنتخب المصري رفضوا التصريح لوسيل الإعلام التي كانت حاضرة هناك وهو ما يؤكد ربما الحالة المعنوية التي صاحبت اللاعبين بعد هذا اللقاء وبعد هذا التعادل المخيب للأمال الأمال المصريين الذين كانوا يعلقون أملا كبيرة على زملاء محمد صلاح الذي خرج كما يعلم الجميع بسبب إصابة تلقاها في الشوط الأول كما قلت حالة معنوية سيئة كان عليها لاعبو المنتخب المصري في انتظار المباراة الثالثة التي ستكون أمام منتخب جزر الرأس الأخضر في المقابل شاهدنا لاعبي منتخب غانا كلهم ثقة بالنفس من أجل التأهل لدور ثمن نهائي خاصة أن المباراة الأخيرة أمام موزنبيق يرىها الجميع أنها في المتناول خاصة إذا ما دخل زملاء اللاعب زملاء أندري آيو وجوردان آيو المباراة بقوة كما فعلوا الأمس ومواصلة ذلك النسق أكيد أنهم سيفوزون على منتخب موزنبيق هذا ما أكده اللاعبون الذين يعلمون جيدا أن ثلاثة نقاط هي الكفيلة للتأهل هذا المتخب إلى الدور ثمن النهائي وأكيد بالحديث معك كريم عن حسابات التأهل أكيد نتيجة المباراة المرتقبة اليوم بين موزنبيق والرأس الأخضر ستكون مهمة جدا خاصة للمتخب المصري فعلا مباراة ستحدد معالم المجموعة الثانية منتخب جزر الرأس الأخضر يملك ثلاث نقاط بعد فوزية على غانا في الجولة الأولى في المقابل منتخب موزنبيق يملك نقطة وحيدة بعد تعود له أمام المتخب المصري في الجولة الأولى وبالتالي فإن هذا اللقاء الذي سيلعبه ابتداء من الساعة الثانية بتوقيت كوديفورة الثالثة بتوقيت الجزائرية أكيد ستحدد معالم هذه المجموعة وما إذا كان المنتخبان المصري والغاني سيستفيدان من نتيجة التعادل التي انتهى عليها لقاء الأمس كريم بالعربي مفد الجزيرة الدولية إلى أبيجو شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حققت نيجيريا فوزا ثميلا بهدف نظيف على كوديفور في المباراة التي جمعتهم الخميس ضمن منافسات المجموعة الأولى لكاسي أمم إفريقيا وجاء الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء نفذها ويليام تروست إكونغا في الدقيقة الخامسة والخمسين وبهذا الفوز تتقاسم نيجيريا صدرت المجموعة الأولى مع غينيا الاستوائية بأربع نقاط بعد فوز الأخير على غينيا بصاوب أربعة أهداف مقابل هدفين وفي أبرز النتائج من نتائج المباراة التي لعبت يوم أمس فازت غينيا الاستوائية بأربعة أهداف لهدفين على غينيا بصاوب وفيما سقط منتخب كوديفور البلد المنظم أمام نيجيريا بهدف دون رد وانتهت مواجهة مصر وغانا بالتعادل بهدفين في كل شبكة وفي بقي مواجهات اليوم يواجه جزر رأس الأخضر موزنبيق فيما يلاقي منتخب السينيغال منتخب الكاميرون وفي المباراة الثالثة تواجه غينيا غاميا بلغ تليتيكو مادريد ربعا نهاية كأسي ملك إسبانيا بعد فوزها على ريال مادريد بأربعة أهداف مقابلة هدفين على ملعب ميترو بوليطانو في ديربي العاصمة الإسبانية والتالي وقت رصلي للمباراة على وقع التعادل بهدفين لمثليهما ليوضيف الروح بلانكوس هدفين في الشوطة أو في الأشواط الإضافية وبهذه النتيجة فأر أتليتيكو مادريد من الريال بعد خسرته أمامه بثلاثة أهداف لخمسة بعد تمديد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني اختموا أخبار الرياضة شكرا على المتابعة قدم لكم هذا البرنامج برعاية مبيليس الرعي الرسمي المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم مبيليس معا نصنع المستقبل